السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي يوم ان شاء الله سنشارك معكم غلاس بالفواكه فقط يعني بدون السكر و سنشارك معكم كذلك واحد للغانولة سنشارك معكم و كذلك سنشارك معكم تقديا ديالي كيفما وعدتكم في الانستغرام كتسولوني بزاف دي البنات يالله وصلوا هنا يبغيوا يعرفوا يعني يامنين يشاركوا الحاجات وهذا مهم غانتشارك معكم حتى دقيقتا واللي تتسولوني عليه دائما مهم هدا يالله وصلني في صراحة فرمدان ولكن يالله بتيت كانت استعملوه لانا كانت عندي كان عندي دقيق يالله اتقادا غنخلي لكم صور ديال هاد الفاغين كاملين في اخر الفيديو بالنسبة الاخوات اللي بغتوا تديروا لكنتوا مهتمين مهم لسيت اللي شريت من عندو 200 المتخ دومومولا انا في صراحة مش حالة دونت نقلب على البلاء انسيان يعني حبوب قديمة ما تكونش مغيرة ويراتيا فعلا هادي حبوب قديمة غير مغيرة ويراتيا ولكن للأسف شوية غالية بما انهم كي طحنوا بلا مول دو بيار ويعني ذاك شي كي درو بيديو وادا يعني ماشي انديش تخيال ما في حتا شي حاجة مزيدين فيها لا غلوتين لا يعني فاغين وحتلوقو ديال هزوين وخاف صراحة كيكون نقص من هالغلوتين يعني كتكون كت ماشي بحال اللي فاغين اللي مولفين يعني كتجي كين حنت كين دبهناكي شطور انا خديت بزاف ديال الانواع كين فيهم لي كتتلصق كين فيهم تتشبه الفاغين ديال ديال درا المهم انا نخلي لكم الرابط الى تفكرت يا ربي نخلي لكم الرابط ديال السيس باش تدخلوه وتشوفوه تقرؤوا على كل حاجة كل فاغين تقرؤوا عليها مهم بالنسبة لهذا شريتوغي باش نوريه لكم واللي يالله تقادلية يعني هو اللي كنت كنت شارك معكم في رمضان يعني الفاغين وهنا هدا واللي استعملت في الفيديو السابق اللي بقيت كنقول لكم الفورس ماشي الفورس هدا الفاغين ديال هانتو ما كيفش سورها مطحونة بلا مول ديال بياخ يعني ما كتطلعش لا يعني ما كتحنوش بدك الماكينة كتطلع يعني كتسخن وكتفقد جميع المكونات الصحية اللي كتكون فيها اه هي اه هاد اللي هو الزراع اللي سنقولولي احنا الزراع يعني هاد هاد كي نوض اللي عندنا في البلاد يعني كي نوض في المناطق الساخنة ذاك شي باش ما كيكون شهناية وكيكون صعيب شوية باش كتلقاه وملي كتلقاه كتلقاه غالي باش ما كنشريش بازاف كنشري غير مرا مرا مني كان بغين ندير هكذا شي مسمن اه كيف كيقولولا دي المسمن ديال بالصح لان هادك المسمن تندير بلا فغين كومبلات يقولولي بس المسمن ديال بالعاني مهم كيف شفتو دائما غير شوفو في ليزان غيريديون ليتقروا ليزان غيريديون ما يكونش مكتوب انا كنه درده ببا مع البنات اللي ساكنين هنا اما البنات اللي ساكنين في المغرب انتم مره مبرعين عندكم اه سايفولا كي سايف طولية ولكن دبا مع هاد الحجر استحيق قلت صفغان احتمد على رسيم الشريغي من هنا مهم وريدكم اه يعني الكوسكوس اللي شريت اوه من هنا ايا وهنا ايا عندي الزبدال اللي وريدكم تاهية اللي سولتوني عليها بالنسبة لي وقت سولوني الاخوات قالوا لي بانا لي وقت كلهم فيهم جيلاتين لا انا من الف انا ساكن هنا في فرنسا من الفين وواحد يعني كانت عندي انليست يعني ما كان يعني كان بقى نفليف لازيتيكات هانتو ما شوفوا لازنغيريديون فيها لازل فيها لازل انتية باستوريزة دو بروبي انا كان شري غالبا ديال البروبي وديال اللي انا ما فيهمش اللاكتوز يعني تالا كان فيهم تيكون نسبة قليلة اه وكيكونوا ساهلين في الحضن بالمقارنة مع ديال البقر وش مره ترثن ناخذي لابغاو ديال البقر وكان شريه ولكنها وقليل يعني مره 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 ماشي دايمنه بالنسبة للشوكولة كنا اخديت هذا النصيحة اللي نصحكم ماشي ضروري تاخدوا هاد لامر كان متندير اشهر تشي حاجة فيهم يعني غيب مني تقرأ وقرأوا تكون لابدو كاكاو بادو كاكاو تكون سوكو دو كان وتكون لبوردو كاكاو وفيها الفاني شفتو ما فيها لا سيتين دو سوجا ما فيها حتى شي حاجة لابعت المرة تركت كون بيو وفيها شي حويج اللي مش كوك فيهم يعني قادروا يكونوا صحين ولكن مش كوك فيهم هنا بالنسبة لهاد الشوكولة هادا شريتوح لقبل الاخت اللي بغات سولتني بغات شوكولة يعني يكون 100% كاكاو ما يكونش فيه سكار هانتو ما شفتو هادرا في غيب الابدو كاكاو وفي لبوردو كاكاو ما فيه حتى شي سكار ما فيه حتى شي حاجة بانتو ما تقدروا تضيفو لي اللي بغيتو هنا يا عندي لا فيغذان اللي هي لويزا وهادلو التن سيدخوني اللي كان شربوه احنا وكوتيديا يعني ولا ديمو الفينالية تنذيري واحد شوية يعني في ايطر ديالما نص معلقة هكذاك كان نكهو بيه يعني ديك تيزاك هنا هدا الورق اللي كان حاول نزرب انا مكاهدرش بسرعة ما حت الفيديو طويل بزاف الورق اللي تشاركتو معاكم ديجا هنا الانواع ديال السكار بما انا الصيف والوليدات كيبغيوها كدا حاجات حلوة باش ما نستعملش العسل بزاف كان بغن نقاش شوية من العسل فكن ناخد هادلو سيرو ديغابل خاصو غير مني تقراو فليز انجريدون يكون 100% سيرو ديغابل هنا هدا السيرو ديال الكوكو ديال الجوز الهند والسكر اللي وريتكم في الاول رحته هو ديالجوز الهند يعني هدا وليخ ديت وهنا هدا تزد ديال الكوكو اللي كتسولولي ليها ويالله تقادل ينا دب هاد القرعة دي رات ديلي يش حال رات تبقى ليها حتى 6 شهر يعني كتبقى مدة طويلة دب انا هاد شي البيو فصراحة كيكون غالي ولكن غيه هيك نشريو شي حاجة يعني خاصنا نستهلك ديالنا يكون قليل يعني ناخدو الحاجة وخا تكون دير التامان تشي حاجة ما تغلى على الصحة وفاش نستعملوها استعمال ديالنا يكون قليل يعني لا استعملنا السكار نستعملو بوحدة نسبة قليلة مثلا الوليدات رك يبغيوا الحلو هنا بالنسبة للخضر راني وريتكم هكذا الخضر اللي تقديت هاد النهار يعني بالنفس الماجازة هنا بالنسبة هاد الشي اللي كان بالنسبة الاخوات اللي سولوني يعني كتقام لك يعني التقضية غالية بالنسبة هاد الشي ديالبيو هي بالصح هاد الشي ديالبيو شوية غالي ولكن غير استهلاك ديالنخس يكون منضم ويكون قليل بما اننا كنستغنو على بزاف ديالحاجة يعني اي حاجة مصنعها تكون زيدة في التامان يعني اللي بيسكوية وذك شي كله كنحاولو نوجدوه في الدار فكن نقتاصدو شوية وذك شي اللي نقتاصدو نزيدو نشريو شي حاجة اللي كاليتي وتكون صحية هدا هو رأيي والله اعلم مهم هنيا بغيت غير نوريكم صابونة العجيبة يلي كان نغسل بها كل شي بالنسبة الاخوات اللي سولوني اللي فيها زيد يعني سبعين في المية ديالزيد سيتون هنتو مرة كنبقى غير ندووز عليها هكذا البونجة وكنحك بها كل شي حاولت نجاوب لكم على جميع الاسئلة نتمنى الله عز وجل يوفقني هاد النار هنه غدا نبدو ان شاء الله في القلاس هاد لي فخوي كانوا عندي خاسني سبقهم ملولين باش عادة غنستف الخضر ديالي بالنسبة لغلاس دياليوما غدا تكون ان شاء الله 100% فواكه يعني بدون سكر ما غنديرو لسكر لعسل لحتشي حاجة انا كان عندي البانان طعب يعني املكي طيب لكم البانان كديروه في الكونجلاتون ثم قطعتو باش يجيني ساهل قطعتو درتو هكذا في البواطة ديالزاج البواطة ديالزاج لما عمرتو همش بزاف فرا ما كيت ترتقوش في تلاجة كيبقاون زيانين اه يعني قطعتهم كاملين ذو كلي ذوك البانان هنا هاد القلاس ما فيها لعبار يعني كد تحتاجوا ذاك شي كديرو على كد تحتاجوا غيل البانان و هاداك البانان هو قطعتكم بحل كريمي يعني إذاكوق ذاك القوام الكريمي و من بعد كد تنكهوه بغي bro انا هاد نهر هاد شي版ه تم تتوفر عندي يعني توفر عندي شوية ديل الفخاز يعني ذاك شي اللي كين عندكم مش ضروري تستعملوا هاد الفاكه اللي استعملتنا هاد نهر يعني تقدرو تديرو غيل فخاز والبانان تقدرو تديرو غيل فخاز و المشماش تقدرو تديرو الفخاز والخوخ يعني ذاك شي اللي تتوفر عندكم ممكن تستعمل Dow ogni soon يمكن أن تطحنه مع البنان يجب أن تطحنه مع البنان يجب أن يكون قاسح ويجب أن يكون جاري يجب أن نضيف الطبقة الأولى ونضح لتلاجة بموجة الطبقة الثانية الطبقة الثانية تتفاعدة شوية ديال لي مختي وشوية ديال فخيز ماشي داروري هاد يعني كيف قلت لكم أي فاكيات وفرتوا عليها مهم غيرت شاركت معاكم هادل يعني الصغبة كيجي زوين بزاف صراحة تقدروا توجدوا حتى الضياف ديالكم خاصة دبا يعني فلقيتها مثلا ديال قوتي او فلعشية مثلا احنا خديناها فلعشية متعشينا شو خديناها فلعشية صافي هانتو معي وطحنت القوام كيكون بحال هكدا غيبش يسهل عليا يعني نسرحوه صافي هانتو مرة ضغيائي كتدخلها لتلاجة كتدخلها لتلاجة تدخلها لتلاجة تدرجع تجمد يعني كتديروا واحد الورق فوق من هاد المول مثلا هاد المول ديال كيك وكتغطيوها بالبلاستيك من الفوق باش ما ياخدش ليكم الريحة يعني رغيبي ما طحنت عاد كنخرج هي كنطحن يعني طحنت الخليط الثاني خرجتها من تلاجة يعني ممكن تديروا كل حاجة بوحدها يعني كل نوع تديروه بوحده في واحد البواطة و تدخلوها لتلاجة تخليوها يعني تقريبا ساعة ساعة كي جمد لأنه أصلا جامد يعني كين البنان جامد سافيوك تخرجوها وتقدموها كف كؤوس اولا تديروها في ليمول ليمول ديال كوب كيك هتا هي سافيوك نستمر هكده حتى غدا نرجعها لتلاجة وده بغن نبدعو تانين مرة الطبقة الأخيرة الطبقة الأخيرة يعني أنا بحالي تخلصت من هدلي فخوي هدلي الفواكي هدي كلها طابت يعني تخلصت منها بطريقة هدي درت الخوخ هدك هو اللي درتو وهنايا طحنت الطحنة الأولى من بعد هد البنان اللي بقى ما بغيتوش مخصنيش نرجعو للتلاجة سافي استعملتو كامل وسافيو غدا نعود نطحن هاتا هي ونعود نزيدها يعني نقوم بنفس العملية ونرجعو للتلاجة بش تجد تقبط راسها شوية أنا معا تصويرها جبتها بسرعة خليتهاش بزاف أنا غيبش يسهل عليها بطحين يعني طحنت المرة اللولى وعود سعود ثانية طحنت المرة الثانية هاكتا كيجي ساهل صافيان ثم كيف شفتو عود تجبتها شفتوها رضغية كتقبط راسها هاد الكريمة هادي اللي تشاركت معاكم دابا يعني هادي دي الخوخ والبانان ممكن زيدو عليها حتى شوكولات يعني دي ببي بيت دو شوكولات كجيزوينة بزاف سافينا هنزلت عليها شوية دي الفراز مقطع إلا بغيتوا أنواع أخرى دي الجلاس نباتية ممكن قلوها لي في التعليق إن شاء الله نزيدكم أنواع أخرى نزيدكم و لارا كينا لغلاس ديال غي لكريمة شانتي يعني اللي كي ياخد ها المواد الحيوانية كينا هي لكريمة شانتي وكي كتطلعوه وكتخلطوه مع الحليب المركز المحلة أنا نوجدها هاد هاد القلاس والغيم من نكل عيش نقدر نوجدها الولادي سافي كتطلعوه لكريمة شانتيو كتزيدو لها الحليب المركز المحلة وكتزينوها كيف ما بغيتوا زيدو لها الشوكولات زيدو لها شوكولات مقطع او زيدو لها سافي هنا دخلتها لتلاجة ودبا غدا ندوزه باش نوجدو هاد القرانولا اللي دقا عندي كي يحمق عليها ها هي الاغوسات بالنسبة الاختي صغيرة جات عجبتها بزيب هذا ان شاء الله نعطيها رابط باش تشوفها وتوجدها فتا هانتو ما فيها العبار الاول يعني كتاخدو كميه ديت شوفان نبغيتو انا كناخد شوفان حتاوة ناخدو بيوب بالنسبة الاخوال اللي سولوني يعني كيكون عي مقطع هادرا ما كيكونش مضغط يعني كيكون عي مقطع غي مقطع بها الطريقة هدي سافي هنا عندي الفخيز فخيز تحنتو فراز يعني تحنتو الفراولا تحنتها يعني تقريبا شي خمسة الحبات هكذا كولا ستا سافي اولا غادي نكه لنا اولا غادي يعطينا واحد نكهة مميزة لهاد القانولا احنا دوبة زيت الكوك لانا بغيتنا نزيد لها الكوك باش كيجي كل شي متواتي وكيجي بنينا بزا بزا مهم هنا اللي دوبت راغي معلقة فقط معلقة كبيرة ديال زيت الكوك فقط وغدا نزيد لها هادك السيرو ديال الكوكو ديال النواد كوكو اللي هي جوز الهند هنا غدا نزيد معلقة ديال جوز الهند باش ننكهها يعني كيجي هاد النكهات مع بعضيته كيجي بنينة بزاف وبالنسبة للمكسرات تقدروا تزيدوا المكسرات اللي بغيتوا تقدروا تستغنوا على المكسرات يعني كيزيدوا عغينكها هاد هول اللي قلت لكم السيرو ديال جوز الهند يعني احتده بسته مرا يقدر يجيب لكم هاد يعني هاد الوصفة هاتي احتل سيرو ديال غاب تقدروا تستعملوا احتل بالنسبة الاخوات اللي يستعملوا ستيفيا سافي اه وغدا نزيد هنيا اللي ما محمرش غدا نخليه غدي يتحمر معا معا هنيا معا الشوفان شوف اه غدا نقص البوطة اه ما تقال الفران عفون يعني الدرجة ديال الفران تكون مياه وستين فقط باش تخليه ما تحرقوش تخليه ويد تقرمل على خاطره يعني داك السوائل يعني داك الباق يعني الفريز اللي نكهناها بيه غدي تبخر وغدا تقرمل وكجلدي ده بزاف ان شاء الله تجربها ووليداتكم تعجبهم اه انا شعلت الفران من الفوق ومن التحت وانقصت يعني كيف قلت لكم معاني مياه وستين درجة فقط هانتو ما ها هي تحمرات يسمى قرمله شوفتو كنخليها ها كده مكر كبابها بها لكا تقدرو تخلي واش هار فقرعة ديال الزياج مكيوقع لها تتشي حاجه بقاو تعطيوها لوليداتكم من تجيش قاسحه تجي مقرمله حيت مخصاش تجي قاسحة سافي دا بعليش كتجي مقرمله دا كزيد ديال كوكو والاا والاا العسل ي هو ماشي العسل سيرو دياال جوز لهم Student سوفي انا كنحتفظ بها هنا في القرعة وغدا نستعملها نقدمها مع الجلاس الوليدات هنا خرجتها من تلاجة تقدروا تغطسوها في الماء السخون باش تخرج لكم بسهولة انا غنبقى عين سخنها يا كده فالاخر خدي تغي وحد الفوطة سخونة ودوزتها باش نسرع لان انا كنصور خاصة الدوب ضغية هانتو ما هاكي فاش درتلي يعني دوب تبزة با ديك الفوطة سخونة صافي وهانتو ما كيكة تجي من بعد زينوها باش ما بغيتو تقدرو يعني زينوها حتى بالان شاء الله نشارك معكم تزين اخر يعني تشدو الفخيز مثلا غي تطحنوه ما تحتجوش تطيبو يعني لابدو تاخدو يعني تنفعو بيه يعني بلاش ما تطيبو تضيعوه ولا بغيتو تطيبو مكان طيبو مش مشكل لاننا هانا هيا الفواكه كلها خطرة يعني مره مره مش مشكل لتناكلوا الفواكه بوحدها يعني هادو غي شيوات مره 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 يعني باش نفرحوا الوليدات لهم ما نناكلوه من بعد رانيزتليهم غي هاداك السيوغو دو كوكو ديل جوز لي هيند من الفوق صافي قدمتو على هاد شكل هانتو معا كيفاش كي يجي صار معا تصوار رضغي ضغي كنتوب كتجي كريمي يا كتجي زوينة بزف تمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ترضو علي الخبار كيف العادة وإلى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة